موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله والبيان بعنوان وتبين لكم أن الوحي من الله بثلاث طرق كتب الإمام البيان بتاريخ 9 من الشهر السادس 1431 هجرية الموافق الثالث والعشرون من الشهر الخامس 2010 ميلادية بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويا أسد بني هاشم الذي يجادلني بالقرآن إليك سؤال المهدي المنتظر وبما أنك تريد أن تجعل ذكر الإنسان في القرآن هو بشكل عام فهل يمكن أن يكون الله يقصد رسوله في قول الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم ونعلم جوابك أنه يقصد فقط الكفار بالحق ونستنتج من ذلك إن ذكر الإنسان يقصد به التخصيص وليس العموم لأننا لو نطبقه على العموم لشمل هذا القول جميع الأنبياء والمرسلين في قول الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين صدق الله العظيم إذن يقصد الكافر فقط المنكر للحق من ربه تصديقا لقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم وكذلك قول الله تعالى خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم فهو لا يقصد أنه علم الناس أجمعين البيان بل يقصد إنسانا واحدا علمه البيان الشامل للقرآن العظيم فيعلمكم بالقلم ما لم تكونوا تعلمون وذلك لأنه يخاطبكم بالقلم الصامت بالبيان الحق للقرآن في عصر الحوار من قبل الظهور إلى أجل مسمى تصديقا لقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم فإذا أردت أن تطبق هذه الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه أمه ولم يعلمه الله بالقلم بل علمه جبريل عليه الصلاة والسلام إذن فمن هو الإنسان المقصود بالضبط وتجد رمز الجواب في قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون صدق الله العظيم وهنا تجد أن الله أقسم لنبيه بحرف من حروف اسم الإنسان الذي سوف يعلمه البيان الحقي للقرآن حتى يتبين للناس أجمعين أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بمجنون بل جاء بالحق من رب العالمين فيتم الله بالإنسان الذي علمه البيان الشامل للقرآن نوره ولو كره المجرمون ظهوره ويا رجل أفلا تعلم أن لكل دعوة برهان والكذب حباله قصيرة فإذا لم يكن ناصر محمد اليماني هو الإنسان المقصود الذي علمه الله البيان فلن يستطيع أن يهيمن عليكم بالبيان الحقي للقرآن أفلا تتقون فلا تصد عن البيان الحقي للقرآن الذي نفصله للناس تفصيلا ونعلمهم ما لم يكونوا يعلمون فإذا لم يكن ناصر محمد اليماني هو الإمام المهدي الإنسان الذي علمه الله البيان الحقي للقرآن فلن تجده يهيمن بالبيان الحقي للقرآن على من يحاجه بالقرآن وإذا كان ناصر محمد اليماني هو الإنسان الذي علمه الله البيان الحقي للقرآن فلن تجد أحدا يجادلني من القرآن إلا هيمنت عليه بالبيان من ذات القرآن بخير من بيانه وأحسن تأويله فلكل دعوة برهان وسوف أضرب لك على ذلك مثلا في بيان قول الله تعالى وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في التوبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردوية عن ابن عباس في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي رب ألم تخلقني بيدك قال بلى قال أي رب ألم تنفخ فيي من روحك قال بلى قال أي رب ألم تزبق إلي رحمتك قبل غضبك قال بلى قال أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قال نعم انتهى تفسير القرآن لأحد المفسرين ولكني لا أعلم أن آدم تم إرجاعه إلى الجنة التي كان فيها بل تاب الله عليه من النار وإنما يفسرون القرآن برواية مفترات عن ابن عباس وأبرئ ابن عباس من رواية ذلك التفسير بل هو مفترى باسمه وذلك لأن شياطين البشر يحاولون تحريف القرآن عن طريق روايات تخص التفسير حسب زعمهم ولكني سوف آتيك بتأويل قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم وسوف تجد الكلمات المقصودة بالضبط هي في قول الله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم وأما كيف تلقى هذه الكلمات وسوف نفتيك بالحق أنه تلقاها بوحي التفهيم إلى القلب ليقولا ذلك تصديقا لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسله رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء صدق الله العظيم فأما البيان الحق لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي ما كان للإنسان أن يكلمه الرحمن جهرة إلا وحيا ويقصد وحي التفهيم إلى القلب بالإلهام مثال قول الله تعالى ففهمناها سليمان صدق الله العظيم وأما قول الله تعالى أو من وراء حجاب ويقصد بوحي التكليم من وراء حجاب مثال قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما صدق الله العظيم وأما البيان لقول الله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ويقصد جبريل المرسل من رب العالمين إلى من يصطفي ويختار تصديقا لقول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين صدق الله العظيم وتبين لكم أن الوحي من الله بثلاث طرق وهي أولا وحي التفهيم مباشرة من الرب إلى القلب ثانيا وحي التكليم من وراء حجاب ثالثا إرسال جبريل عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء صدق الله العظيم ويا أسد بني هاشم لقد كان ظني فيك خيرا بادي الأمر ولكن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخو المؤمنين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني